اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة عملا برضو نفس البرتوكول مع جامعة في انتهاء هنا في مصر مع اسلافكا نظبوط في الزابس كده هيلدوا هم اتفاقية خاصة برضو بتقديم البرتوكات الضربية وفتسوير الرياضي هيبدأوا يعني راحة راحة للاول ووركشوف بعد كده يعملوا في الجيوم و بعد كده اتفاقرت بقى المسلسكير فهم طبعا يتحقيقين في مكان تفاقل لها في كل مكان الآية هم بعثوا دعوة النادي واشتريت معهم في المصر وكل مدعو هم طبعا يتحقين النادي يتصرف معهم فيها احنا جميعا نكون مصراتين وان شاء الله نعني بسلمات قبل ما نكون فيها اي فرائد ازاي حضرتك شايف ان ممكن النادي الاهلي يستفيد من وجود الاتفاقية اللي حضرتك هتكون موجود فيها بكرة وازاي ممكن تعود بالنفع على الرياضة المصرية بشكل عام حضرتك قلت ان هي لها علاقة بالمجال الرياضي او ديبلوما الرياضية هل حضرتك شايف ان في مصر عندنا نقص في حتة التخصص في كيفية الادارة الرياضية وان حاجة زي كده ممكن تفيد الرياضة المصرية والنادي الاهلي بشكل خاص اه اكيد او مر او حاجة مطلوبة نجد ان نترك هيا انت عامية كلها دي رائده بحش وردت هي حتى بتعمل البروغرام زي ده وبتعمل خورسي زي ده ما لا ده تدي كمان اطرر او المدريد دي جامعة فهي جمعة جمعة جمعات روضا متخصصة في تأهيل بقى الكوادر انت عندك في مصر كوادر يعني تميزة جدا انا بشوف بايعا على مستوى الإدارية أو مستوى التسويق أو مستوى الإعلامي كمان فطبعا لو ده يبقى مدعوم برضو بنحية أكاديمية يعني انا ببقى شايف الناس هنا كمان أو الكوادر اللي موجودة في القطاع الراضي يبقى عندها اهتمام مشغف ان هي تدرس أكتر ونطلع أكتر للأمور دي فانت لو احمرت بهم الفرصة في مصر هنا أعتقد الأمر هيفيد يعني فيدي النادي وهيفيد الدول بشكل عام بدل ما يتقل موضوع صعب عليهم بدل ما تخلي تفروا لازم انا كان واحد من الناس كنت عايزة عامل التجربة دي فاضطررتها تفر لأني ما تبقىش هنا صح نظبوط لكن لو انت تقدر توفرها هنا في قطاع كبير يبقى على المستوى الجادي وعلى المستوى التسويقية وعلى المستوى الإعلامي ممكن ان هو يشارك فيها وبرضو يعني يبقى النادي الأهلي دائما بريد والرياضة في الحاجة دي ففحنا ان شاء الله نحاول نادي يعني في مصر نبدأ حاجة زي كده يعني ربنا يساح بانتايز وجود حضرتك معايا وعايز أعرف آخر أخبار المتحف ايه وايه اللي احنا وصلنا له وانت ان شاء الله ممكن يجود موجود متحف النادي الأهلي في قارب وقت والله عمر هو الحمد لله ده كان من أحفات طبعا في المجلس من قطرة كان في كذا ملاخ سلفوا بيهم من عدى المجلس الزارة ويمكن انا مكلف بالنفس عن مدحف طبعا مدحف النادي الأهلي ده شيء مهم جدا طبعا محتاج توصق يعني بتاريخ 111 سنة آآ للنادي الأهلي على مستوى بقى كل الألعاب وعلى مستوى حتى الأحداث بقى برد الرياضة بس النادي الأهلي مواقف وطنية وتاريخيات جديدة محتاجة طبعا فالحمد لله بدا انا نفكر طب نفكر نعمله فيه بلنا طبعا يعني مكان اللي عريق للنادي واقدم واعرف مكان هو البتاتشب الجديدة طبعا فكانت من هنا جاءت الفترة ما نعمله حطها عشان يبقى جوه ملعبه جوه أستاذ الناس تاخد برضه طول ماستها بتاعة الأستاذ تخش مثلا غرف اللعيبة تتصور مع البتاتش أستاذ تتصور مع جزء خاص البتاتش الزوني يعني وبعد هين يبدأ ويطلعه على البتاتشية بطوره بجولة في الملعب زي ما بنشوف مرة يعني طبعا على المتحف من يونيتد المتحف ذات طبعا المجلس برضو بشكل تطلع حديث يعني فيبقى بشكل تقديد يعني التستخدم في طبعا تكنولوجيا حديثة وفيه أكتر من ستة تقدموا يعني ان هما ينحفزوا منهم شكل اللي كانت منحفزها مضحف باشرونة وإتبيران وريال مدريك بخير كثيرة وقعدوا معانا يعني أكتر من المرة والموضوع يعني ناشي إن شاء الله يعني نهدد طبعا هو برسيحنا الموضوع هايبقى وداخل شوية في التحاج وجونة لأن احنا بنتكلم الجزء الخاص بالمدرج القديم طبعا انت عارف فيه جزء فيه طبعا فده طبعا انت محتاج تطوره بشكل ما وتستخدمه برضو تأيدي استخدامه بقى بشكل تاريخي يعني توقيتها المضحف المدرج الأهلي طبعا اختفت طبعا بالمدرج الجديد المعمور عشان الجماهير واحضرها والمحفر الخاصة باللعيبة هي تنير انه حسن والغورة في التعيبة وكلام ذهي حسن عند المدرج طبعا ان شاء الله يعني نطمئنا ان احنا نقدر ننجزها بسرعة ان شاء الله ان شاء الله لليجا مع الجامعة الفرنسية سلاسكا يعني اكيد خطوة مهمة جدا ان في عالم الادارة الرياضية والديبلوما الرياضية بشوانس محمد صراج قال انه في يوم من الايام كان عايز يعمل نفس التجربة لكن ما كانتش موجودة في مصر فتر ان يسافر خارج مصر في اوروبا وخاصة في ريال مدريد علشان يحصل على دبلوما فيها الادارة الرياضية فبكرا ان شاء الله النادي الاهلي يعني هيجيب التجربة من اوروبا وهتبقى موجودة في مصر علشان تفيد النادي الاهلي بشكل خاص ورياضة المصرية بشكل عام انا شايف ان اكيد الكوادر الرياضية جدا في مصر محتاجة ان هي تدرس الديبلوما الرياضية بشكل يعني تفصيلي علشان تعرف كل شيء عن الادارة وطبعا تاني هقول مصر مليئة بالكوادر الرياضية الكبير كابتن ابراهيم انا عايز بس ابرك للأساس محمد صراج حاجة جميلة جدا حاجة ماشاء الله حاجة ماشيط دايما مطلع ودايما بيحب ان هو يكون فيه كل جديد للنادي الاهلي انا بالنسبة للمتحف انا شفت طبعا فاندية كبيرة في اوروبا وكمان في الاتحاد الانجليزي بيجيبوا اللاعب القدام اللي هما بيخلصوا الكورة اللي هما بيعتزوا الكورة ايوه بيبقوا موجودين وفي الاندية بيستقبلوا الناس ودي بيبقى كمان بيبقى تسويق عليها اكتر طبعا لما انت بيجي تاخد التيكت بتاعك وتروح بيستقبل لك مثلا لاعب او بيستقبل لك حد يكون قيمة واسم كبير فانت بتبقى تتشوق فبتبقى في نسبة حضور عالية فبتبقى نرجع للرخصة او الفي لايسنس وحضرتك قلنا ان بيكون في اسئلة على الايميل وبترد عليها وبعد كده بتكون موجود في يعني الاختبارات او الحصص التدريبية الخاصة باستخراج الفي لايسنس لكن عايز اعرف من حضرتك قبل ما نروح الفارق مبين اوروبا مصر او مبين اوروبا او افريقيا في استخراج الرخصة عايز اعرف هل كان فيه نجوم كل قدم صدفة ان هم يكونوا موجودين مع حضرتك في نفس التوقيت اللي كنت بتسعى فيه لحصول على الرخصة كان فيه يعني المدربين اللي كانوا موجودين في اول واحدة ما كانش موجود معايا حد اسماء بس اتاني واحدة كان معايا اخو مايكل كاريك كان موجود طبعا كان موجود هم كمان يعني بتعاملوا ببساطة جدا موضوع مختلف ببساطة يعني عالية جدا حتى بتعاملوا معايا كمان انا كمان مهما يعيش هناك السنين مش طبعا اللغة الانجليزية مش هتبقى زي ابن البلد طبعا مثلا ببساطة روجلين ساعات يعني حاجات كده محتاج مساعدة او حاجات جدا جدا عندهم صبر عالي جدا عندهم فرحة اللي بيجي من بره انجلترا يتعلم بسعداء جدا حتى تشوتر اللي هم المرأبين او المحاضرين او الناس اللي هم الخبراء اللي بيدوك الساشنات او بيدوك الرقص ببقى مبسولين جدا ان انت جاي ومنين ويسألوك انا عايز اعجلك سؤال خاص بالنقطة دي تحديدا انجلترا في الوقت اللي حدث كنت موجود فيه كان موجود لعيبة مصرية كان موجود احمد حسان ميدو كان موجود عمر زاكي كان موجود محمد شوقي كان حسان مغالي احمد فتحي المحمدي طيب هل الوضع الوضع كمصريين او كتعامل مع المصريين اختلف بعد قدوم محمد صلاحوا تقلقه في ملاعب ليفر فول وانعكاس صورة جيدة جدا 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 للمصريين في انجلترا دي حقية فعلا محمد صلاح يعني قبل كان حاجة وبعد محمد صلاح حاجة تانية خالص هو طبعا كانوا موجودين اللعبة كانت حضرتك والت اسمهم دول طبعا لعبة كلهم افاضل وكلهم لعبة عملت اسم كبير في انجلترا ولكن محمد صلاح اضافة قوية جدا وحاليا احنا كمصريين يعني فخورين جدا احنا عاشينا اللي حسوا حاليا احنا عائشين بقى يوسف ابني مو صلاح اسمي كازين اخذ بلج بيروحوا بقى في المدرسة وادم بيروح بردو في المدرسة ويقول لهم اسمي كازين وبص الصورة فعايشين بقى العيشة اللي هي احنا بقى امو صلاح بتاعنا اخذ بلج ففعلا المصريين حاليا ومش المصريين بس العرب العرب كلهم كمان ده في ناس بتجيلوا وبيتجيلوا ناس مخصوص من بره اه بيجوا يتفرجوا من بره كمان لما قابلتوا في نيو كاسل كمان الرجل كان كلمت التواضع عادت ساعتين مستنى لغاية لما خلص الماتش وكان عنده دراك تست فطلع تحليل من نشطات فكل الناس مشت طلع اجاب يولي السلب فكل الناس مشت والنور اتفا وكل خلاص والباص وكلوب خاد الناس ومشى وساب الحدي مستنى صلاحي فانا استنيتوا خدت الشمطة معاها كده وسلمت عليه وبتقى هو رجل قابلني مقابلة يعني بصراحة كمت التواضع حتى ندى الولادي وقابلنا مقابلة عالية جدا عايز اقولك ان ديليستار كمان عامل حاجة كده اناك يعني زي جايبها ان هو اكبر لاعب عنده تواضع في الدور الانجليزي يعني عامل كده زي احصائية احصائية ان هو اكبر لاعب عنده تواضع سبحان الله هو ربنا حطت الحطة دي فيه ومشى كويس جدا ومسمع لمصر هناك جميل جدا حتى مش في العالم كله طيب هارجع لنقطة اللعيبة المصريين هارجع لنقطة تاني غير محمد طلعشن عندنا اللعيبة كتير موجودة في الدور الانجليزي لكن عايز اعرف من حضرتك الفارق ما بين الحصول على الرخصة واجراءات الرخصة والسهولة او الصعوبة في اجراءات الحصول على الرخصة او الفي ليسنس زي ما يطلق عليها في انجلترا والفارق ما بين مصر وافريقيا في الحصول هنا في نصر عندنا رخصة سي و بي و اي و الفرو عندنا اربع مستويات لكن في انجلترا هي ليفل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ف ايه بقى الفارق حراك شفت هنا و شفت هنا ف انا عايز اعرف ايه الفارق و ايه اللي ممكن يحصل علشان ان قرأ بالمستويات انا عايز اقولك ان في ليفل من البلاد بقعد سنة طبعا و بديك ثلاث سنين طيب هارجع هنا في مصر او هنا في الاتحاد الافريقي بيقول ان اللاعب اللي مارس كل القدم غير اللي ممارسش و اللاعب الدولي غير اللاعب المحلي و اللاعب اللاعب الدولي ممتاز هل ده بينطبق على ال لا يعني مثلا فرانك لمبر دلوقتي هو مدرب دوربي كاونتي عشان يحصل على رخصة عادي جدا بيقدم بياخد ليفل ون من اول زي اي حد خالص اي اي حد و فيه يعني ليفل من الليفلز اللي موجودين بيقعد ياسنة اه ليفل 2 مثلا و بعد كده ايه و ليفعش يخلصها في شهرين لا ما فعش يروح يقول له مثلا معلش انا كنت كذا انا فرانك لمبردج من ادي تشيلسي و ماله ما جميل اوي بس و لازم برضو في الدورة لازم ياخد يخش في السيستم زي و زي اي حد خالص انجلترا دي بتعامل كل الناس الزبط حتى بقول لك حضرتك انت يعني التعامل معه مناج تواضع و بيتعامله بطريقة سهلة جدا و ان هو يعني هو حتى التيوتر اللي هو عايزك تنجح يعني هو عايزك تبقى كويس جدا و بعدين بيجي يزورك في النادي مع اللاعبتك بيجي يزورك مرة و 2 و 3 لو انت عندك مشكلة مثلا بيقول لك خلاص احنا بنعمل تجمع 3 يومين 3 و بعد كده كل واحد خلاص كده يلا شكرا و نلبس التشيرت بتاع منتخب مصر و كل واحد ياخد اللايسنس و خلاص ابعتها لك ده دي مش مش كده خالص احنا بننزل الملعب نتمرن ده بقى العملي اه و ناظري و انا عايز احراك بقى الناظري و العملي ايه اسعد بالنسبة لحضرتك لما جيت تواجه ال 2 امرافو عليك ده سؤال قوي جدا انا كابتن عمر انا مشكرك علي انا في الاول كنت مقطود مجدود بصراحة طبيعي رهبة اه رهبة طبعا لغة مش لغتي جوي مش جوي ناس طبعا انا داخل فوسطهم برضو مش عارف هيتقبلوني هبقى يعنى اخد الواحد كده بالعكس بتقولهم انا يعنى برضو بلاحظهم بيشتغل بيشتغل احنا مع جميع بيشتغل احنا جروبات فانت بتخش مع جروب مثلا او بتخش مع مع ناس معينة فانت بتحاول بادي بتتاقلم معهم وبتتد اشتغل معهم الناظري بيشرح لك اللي هو مثلا فيه 20 جيم او 15 جيم حسب العد الموجود والجيمات ديت هي اللي انت بتختبر فيها في ايوم اللي بيجي عليك الدور يعني خطبال حضرتك فانت بتاخد الجيم دام الجيمات دي وبتلازم تنزل تواريه للتيوتر قدام زميلك وكون اللعيب هم المدربين خطبال حضرتك او ممكن يتفع على فرقة بتيجي انا عايز احكي لحضرتك نوقف فلعبت فليرس البلجيكي في 2008 ففي يوم من الايام نزلنا التدريب فلقينا المدير الفني بتاعنا وقف بورا الملعب وواحد تاني راجل كده غريب موجود بيدربنا فانا مش عارف فانا لسه جدير في اوروبا ومعرفش اي حاجة فسألت بس التمرين قلتلهم مين ده قلتوني ده واحد بياخد رخصة فجاي يعمل الحصة العملي علينا بالضبط كده فاستغربت كده فقلت هو الموضوع بره سهل الدنيا كده نفيش فيها صعوبة ودنيا سهلة وبطبع ان الوردر موجود وجاهز اليوم الفلاني حتى انا كمان ده يعني بيديني الوقتي سماعة وبركيلة سماعة زي اير بيس او اسلسي زي الحكم زي الحكام بالضبط كده سيكون في تواصل اه وبهو بيقى بعيد وبعدين بس انا بشرح له طبعا انا ببعث له على الايميل مثلا طبعا الحصة تدريباتكو لها بالضبط كده بتبقى الرايف الاكتيفتي وبتعمل يعني التسخيم تدريبات بدانية بعد تدريبات كده بعد تدريبات الكورة انا بختار حاجة معينة ويقول ان اعمل الا اعتقال عليها مثلا او بوزيشن او بوزيشن او او دو بوزيشن حسب ما انا اختارت انا اختارت حاجة صعبة ايه بييي قلت له انا اشتغل عليها انا عايز اشتغل عليها ده ولو طولت مش مشكلة بس انا انا حابب ان انا يعني اتبسط واتمتع في السيشن ده قال لي خلاص اوكي فبعدت له وجاء ركيب للسماعة طبعا وانا واللعيبة انا ما قلت لش اللعيبة اللي انا عندي امتحانة او اي حاجة او اختبار وحطها لي بس وولت له مسلموا عليه سلموا عليه كده وقال لي جود لك وصور السيشن وخده وابعيد وانا بقى طبعا شغال بقى عادي جدا خالص وجالي بعد 40 ديه 40 شوف انت متخيل بقى 40 ديه يعني كتير برضو طبعا ان واحد بيرقبك 40 ديه وانت بقى لبسك دخلك الملعب ازاي بتتكلم مع اللعيبة ازاي بتحضر ادواتك اخذ بال حضرتك كل دوت زهنك لازم يكون لو حد جي سألك تتعامل ازاي الفلاي في حاجة اسمها يعني احنا ما نقفش التمرينة مثلا ولو حد جي سألك سألو انت مثلا حاوز تتعدل في التمرينة وانت بتشتغل بتنزل بتتكلم ازاي ما توقفهاش يعني تاخده على جنبه بتتدوله التعليمات وتقوله اوكي كمل اخذ بالحضرتك وكدت انا بقى اشتغلت ومتميزت في حاجة ان انا بقى اشتغل على اللاعبة اللعبة اللي هم عندهم قدرات اقل ده سؤال مهم جدا بقى او اجابة مهمة جدا عايز اطلع منها قبل ما تتحرق ايه اصعب ان حضرتك تشتغل مع ناشئين ايوا وتبني فريق كور القدم تمام ولا تشتغل مع محترفين فريق اول على طول ولعيبة جاهزة لعيبة تقدر تنفذ تعليماتك تكون اسهل في التعامل ما بينها انا سؤال جميل جدا كابتل عمر بحقيق عليه ولكن انا اخذها زي لفل وان لفل توي وفي اي بي وفي اي اخذ بالحضرتك يعني انا بدأ من من ناشئين انا شغال على مرحلة الناشئين لفترة معينة ودي مرحلة الاصعب جدا بتعامل ازاي بقى معهم اولياء الامور طبعا يا زي هنا ولا هنا لا 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 هناك طبعا بيبقى مثلا انت هناك الموضوع كل حاجة بيروح للرولز الاف اي رولز بيقول كذا الاف اي رولز بيقول كذا ممكن واحد وليه امر يقولك ابني مش بيلعب لي ممكن ممكن طيب وهل بس لان حضرتك بتتعامل معايا او يعني بتجاوبه يعني بس ببقى بعد فترة كبيرة بعد فترة كبيرة ومثلا الصبر عنده بقى خلاص يعني مثلا انا برضو بقى يعني بخلي بالي ان انا برضو يعني ببقى الامور بتبقى في ايدي يعني انا باخد القرار انا ومع المساعدين معايا هنحط يعني بالليل او بناخد التشكيلة خلاص احنا خدنا القرار ان اللاعب ده هتلعب ودول مش هيبدأوا خلاص فانا ممكن المتش اللي بعد ومثلا لو في حاجة عزة وده او في التمرين باج اتكلم معا يجي لي مثلا وليه الامر بقول ابني ليه ما بالعرش اقول له انا مثلا محتاجه في الحتة دي هو لسه قدامه مثلا عشرين في المية وانا بقنعه وهم باقتنعه وبكل ادب وبكل احترام وبعد كده هو بص كابتن طول ما انت بتلعب ونص الجيم انت اوكي الروول بقول كده للناشئين طول ما انت بتلعب ونص الجيم هو انت اوكي انت ما عندكش اي مشكلة ıyه ؟ خلاص بدان انا اللاعبت ونص الجيم انا اوكيSmAbd يعني انا مو هذاات من ناحب هم عارفين هم بيخشوا على الbye range اهوоб وفهمينهم كل حاجة ط겠다 فاهمين كل حاجة متطلعين كل حاجة عندهم او مدونة سواء على الانترنت او موجودة ورقين وانا اعتقد ان كل حاجة على الانترنت بس صعلي جدا الame range كل حاجة عارفنها يا خط بالحضرتك وهمه طبعا انا عند palliba انا مسؤول كمان على السوكسكول في سباني مواه عندي لعبة بتبدأ من سنتين والله العظيم بيجي لعبة والله العظيم والله العظيم أنا بأمان بيجي لعبة من سنتين يعني ممكن كده حضاك قاعد لها ولكن كده عنده سنتين بيشهد الكورة يجي طب يتعلم ايه لا هو بيجي مع ولي الأمر بتاعه فاحنا بنعمل لهم ساشا مسلا لمدة 40 دي أو 45 دي متعبة جدا جدا عايز لحضاك اللي 40 دي دول يعني 40 ساعة بيعدة 40 ساعة بس انت بتحط لهم الوحدة التدريبية بتاعاتهم بتبقى حافظا فيها حاجات فيها جمات بيحبوها فيها ألوان فانت بتدخل لحتة دي فيها اخي برح انا بكلمك انا مسؤول على قطاع كبير من سنتين لغاية أطفال هل في حد من الأطفال اللي زي ما حداك قلت ممكن يكون أعمارهم سنتين أو تلاتة شبت فيه موهبة وفعلا بعد مروره 3-4-5-10 سنين موجود معك دلوقتي في الفريق انا عندي في السلتك لما كنت في السلتك كان عندي لعبة بتيجي معرفش هم هيعرضوا صور ولا لا عندنا هيعرضوا حاجات هيعرضوا اه 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 في يعني لو فيه متيريال انا بعدها طيب متيريال يعني واحنا متكلم نعرض بعض المتيريال اللي موجود علشان نستعرض ونشرح الصور في الولاد بيجم يلعبوا هناك جو جميل يعني الجو هناك مساعد على اللعبة تتقلق واللعبة تتطلع بشكل قوي جدا الملعب هناك موجودة بكسرة طبعا مافيش انا كان عندي ملعب بتاعي كان بالرئيس النادي بتاع سلتك كان بديني كل الصلاحيات ان انا بعند ملعب للناشئين فانا كنت بشتغل معاهم يعني زي ولادي بالزبط عايزهم كويسين فكان لعيبة فيه لعبة دلوقتي راحت افيرتون وفيه لعبة وصلت لقاء الايل ده بلعب في لكتو وفيه لعبة عندي في افيرتون دلوقتي اربعة بلعبوا من هناك في افيرتون في الناشئين ومشين كويس جدا يعني ده بالنسبة بالنسبة لدوروم يونايتد فيه لعيب كمان بلعب في منتخب انجلترا كان طلع من عندنا اه اه ايليت امبلتون ده بلعب ايليت امبلتون اه ده طلع من عندنا من النادي ولعب بلعب في منتخب يعني برضو بداياته كانت عندنا وفيه لعيب كمان انه وقت عندي فيسبانم هو اثنين وعندي ليون بلعب في ميدلسبرا وعندي كيتون وعندي سام في اللعب دي كلها طلعين من هم لسه صغيرين خالص فيماشيين فس انا عايز اقول لك معلومة عشان بس المشاهدين يعرفون ان من كل الف ناشئ في انجلترا بيطلع لعيب واحد بس الفريق الاول يعني من كل الف انت متخيل العدد موضوع صعب جدا الاكاديميات هناك اللعبة اللي بتيجي جاهزة مو صلاح ورمضان وشاكيري ده السؤال اللي هياخدنا ليه ان انجلترا بدأت تفكر او ربطة المحترفين الانجليزية بدأت تاخد بعض القرارات ان هيتم تقليص عدد المحترفين في الدوري الانجليزي وكمان في نفس الوقت شفنا ان في بعض اللعيبة من انجلترا بدأوا ان هم يحترفوا خارج الدوري الانجليزي ولنا عارفوا ان لعيبة الدوري الانجليزي عم بيهم بدأت شايف ده سلتك يعني ناشئين سلتك دي في البداية يظهروا بعض المهارات طب يظهروا مهاراتهم مواضح طبعا حضرتك موجود في الصورة اللي على الشمال فوق مع ناشئين سلتك وكمان يعني الصور اللي على اليمين الصورة اللي حالك موجودتها واللي تحتها واضح ان العمار صغيرة جدا وبالتالي يعني بتكلم في معدل عمار صعب جدا السيطرة عليه ولما حالك تكون موجود مش انجليزي ولا حتى سكوتلندي مرافع لهك واللغة الانجليزية مش زي اولاد البلد متعرف تخرج منهم مواهب انا اعتقد ان دي يعني نسهاد التقدير لحضرتك وطبعا يعني موضوع صعب عشان انا يعني انا معاصر طبعا انت في الفين فالموضوع انا عارف انه موضوع صعب جدا لكن عايز اقول حراك نتكلم في النقطة الف ناشئ انجليزي بيطلع واحد منهم بالفريل اول عندنا في 2018 وصلنا ان جيه الوقت ان العيبة انجلترا بتحترف خارج انجلترا حقيقا فيه في المانيا حراك كنا المتكلم وانجلترا وكمان بيحاولوا ان هما يقلصوا عدد المحترفين الاجانب هل بقى المحترفين يعني الخارج الاتحاد الاوروبي ولا المحترفين اللي هما من خارج انجلترا ولا ما معنى كلمة محترفين بالنسبة لربط المحترفين الانجليزية في تقريص العدد اللي هما اللي بلعبوا في البرامير ليج يعني دلوقتي مثلا الربط هل تجبر الاندية بوجود منمم او عدد ما ينفعش نقل عنه من اللعبة الانجليزية هما فيه 17 حاليا لكل فرقة تمام هيكلصوهم اه 12 اتناشر اه يعني هيشيلوا خمس لعب ليه بقى انجلترا اه بتحاول تطلع من من الاتحاد الاوروبي من بريكزيت تمام فالقوانين هتتغير وهم بيفكروا بكل حاجة ما بيسيبوش حاجة للصدفة اخد بال حضرتك فهم عشان هيطلعوا من الاتحاد الاوروبي اخد بال حضرتك فبدأوا ان هما يتكلموا ويعملوا ميتنجز ان هما يقللوا المحترفين لرقم 12 كمان سنة 17 المنتخب تحت 17 سنة وتحت 20 سنة خدوا كواس العالم ناشئين في انجلترا اه دي حقيقة اه فانت بنت طيب هما طب احنا الوقتي دول نجحوا القديم اللي بيصعد ده يعني يعني عندنا عناصر بميزة بالظبط انا استفيبي ازاي ازاي امتا فعشان كده انا زي ما قلت الحرادك انا فيه اتنين واحد من من سيتي واحد من تشيلسي رح اللعبه في الدورة الالمانية بونزليجا طب هل ناجحوا عشان اللي نعرفوا اللي نضموا للمنتخب ان ان اللعابي الدوري الانجليزي اه عاملين زي السمك في الماء ما عرفوش يطلعوا بره ما يطهم ما عرفوش يطلعوا بره انجلترا يبقى الموضوع صعب جدا عاملين زي مصر بالظبط لعيبة المصرية لما بتطلع بره يبقى الموضوع صعب بالظبط البريميالليج زحمة زحمة فاللعابة مش عارف تاخد فرص ودولت 19 سنة عشرين سنة فبدا قوم يجي لهم وده احتراف وده حاجة كويسة جدا طبعا يروح يلعبوا في البريميال اه سوري في البونزليجا علشان اه ساوس جيت يضمهم للمنتخب اه برأي كيف جاف جاريس ساوس جيت جاريس ساوس جيت هل هو مدارب صدفة ولا مدارب كان محضر صح وفعلا بنى على اختيارات هو كان مقرر ان هو يضمها تجربة تصفيات قبل كاس العالم كاس العالم والمستويات الرائعة وان هو يعيد انجلترا الى مربع ذابي بعد حوال 28 سنة هل شايف عليك ان هو مدارب ممكن ينجح ويعمل طفرة مع المنتخب الانجليزي ولا هو مدارب صدفة لا مدارب صدفة هو مدارب قوي جدا وزاكي جدا وفري فرينلي حتى مع اللعيبة احنا بنتكلم معهم على فكرة هو بتعامل مع اللعيبة ان هو صديق لهم يعني بتعامل معهم بيطلع منهم كل حاجة لانه هو زاكي هو عنده 47 سنة اه طبعا احنا نتكلم فيه يعني هنا في مصر 47 سنة ده نطلق عليه المدير المدارب يعني حتى مش الشاب الشاب عندنا في مصر 58 60 هذا المدارب الشاب فهل حالك شايف ان 47 سنة وان هو قريب اعمار لعيبي منتخذ دولتيرا دي بتفرق او فرق مع معنويات اللعيبة جدا جدا يعني انت تشوفوا كمان هو بتعامل معهم بتعامل معهم انهم حتى بقول له جارث يعني هو مش به يعني عارف عاد ما فيش براء كابتن ولا بيش براء كابتن بوس لا يعني هم بتعاملوا معه ان هو جارث يا خبار حتى فيه سيستم في الاتحاد الانجليزي فيه سيستم الاتحاد الانجليزي الافي حاطين سيستم وحاطين تارجت لعشرين وعشرين ان هم ياخدوا كاس العالم عشرين وعشرين بزبط يعني هم السنة دي وصلوا بوس المربع ده بزبط كابتن عمر فالنهارده بيجام يدينوا كل الصلاحيات بوس الاعمار اخذ بالحضرتك بوس لما وصلوا كاس العالم خدوا مين معهم كرموهم لما سفرهم وكانوا موجودين في روسيا خدوا اللعيبة بتاعت اللعيبة بتاعت المنتخب السبعة عشر سنة وعشرين سنة صفروهم روسيا عشان يكملوا المسيرة بتاعت الفريق الاول طبع اخذ بالحضرتك فهم عندهم هدف عندهم تارجت بيشتغلوا اخذ بالحضرتك فهم يدينوا كل الصلاحيات وانا شايف انه هو هيكون ليه اسم كبير في علامة التدريب يعني في الفترة اللي جاية دي خلاص يعني جارث اثبت لكل المشجعين في انجلترا انه هو او كل المحبي اللي كورتر قدم في انجلترا والمنتخب الانجليزي انه هو الرجل الاول في الاتحاد الانجليزي حاليا طيب بالنسبة لجارث هاد جيت من وجه نظر حضرتك بما انه حلاك مقيم في انجلترا ومدرب لأحد الفرق الانجليزية هل شايف انه مهم الجارث ثاوت جيت لو مع يعني نعمل مقارنة لو هو ماسك فريق في البريمير ليج وهو حاليا مدير فني للمنتخب شايف انهي مسؤولية صعبة هل وجوده في المنتخب اصعب بما ان احنا نتكلم على عناصر يعني اختيارات اللعيبة ممكن ما يكونش قدامه اختيارات كتيرة عكس الاندية لما بيكون عايز يشتري لاعب بيشتريه اي ان كان جنسيته فالحلاك شايف ايه الاصعب بالنسبة لجارث ثاوت جيت انهو يبقى موجود في المنتخب ولا لو كان موجود في احد الاندية الانجليزية لا الاصعب لجارث انهو يكون موجود في المنتخب صعب صعب جدا اختيارات قليلة جدا ما عندوش اوبشنز اللعيبة الموجودة حتى من يونايتر بيلاعب تشيلسي مفيش افنينكا من انجليزي مفيش بالزبط ايه ارسنال بيلاعب تشيلسي او توتنهام مفيش فيش الهاري كين بس هاري كين ديلي آلي توتنهام يعني يعني بيتعدوا على الصواب يعني عايز اقول لك الحاجة اللي احنا بنفتقدة هنا انهو عدم تقبلوا الاخر هنا عندنا في مصر هم هناك بتقبلوا الاخر بقى لهم عشرين سنة عشان كده ناجعهم في الدور الانجليزي عشان كده عندهم اقوى دوري في العالم اللي هم تقبلوا الاخر اللي هم تقبلوا اه رؤساء اندية جايين او مستثمرين لعيبة جايين من كل حتة عايز اقول لحدها كم معلومة ان الاتحاد الانجليزي نفسه من جوة مش كل شغالين فيه انجليز اللي في سان جورج بارك انا روحت عنيك على فكرة اه بتقابل ناس من اه كولومبيا من الارجنتين من ناجاريا طبعا الناس دي بتديلهم خبرات يعني يعني انا مثلا شفت واحد كويس جدا بتديله الفرصة ان هو يشتغل عشان هيفيدني عشان هيفيد الكورة الانجليزية اخبال حضرتك علشان تشوف ان الدور ده اه في متعة فهو هيفيدني فانا بجيبه انا بقى مش ببصوله بقى ان هو اسمه مليش دعوة اخبال حضرتك هما بتقبلوا الاخر احنا لو احنا عايزين بامانة نوصل ونسمع جامد جدا هزي بنستفيد من خبرات اللي هو الغير الغير بالزبط يعني نتكلم في اكيد يعني حضرت نتكلم في مش بس في يعني نتكلم في التحكيم نتكلم في الناشئين نتكلم في كل المنظومة القروية عشان نستفيد بأعلى خبرات ممكنة من لعبة كورة وقلم بالزبط يعني نجيب 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 ناس من كل حتى ايه المشكلة لما جيب حد مثلا من المانيا ييجي يعرفني حاجة مش مش طبعا مش عيد محدش كبير على التعلم والحد بيوصل لمرحلة انه عارف كل حاجة انا كنت موجود في ساشن انا كنت موجود في ساشن وكان في محاضر اسمه بيت ستاجيس بيتر ستاجيس بيت ده كنا حوالي ثلاثين واحد فأنا قمت من دوم للناس لانا كنت الوحيد الفورنان أو الغريب اللي مش انجليزي رفعت ايدي وقلت له ممكن اسألك سؤال قالوا تفضل قلت له يعني ايه دي ان ايه وما عملنا حاجات كتير اسمية دي ان ايه عندهم برنامج كبير طبعا دي ان ايه دي ان ايه في كل حاجة في الكورة يعني التارجة بتاعهم اسمه دي ان ايه فقال لي انت اسمك ايه وقلت له اسم ايه بي وموجود انا في شمال انجلترا قال لي اسمه قوي جدا شكرا دي ان ايه اللي احنا بنشتعل عليها دي هي حاجة بتبقى حاجة يعني عن اي حد تاني في العالم زي ما انت بجسمك دي ان ايه غير 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 مختلف بالزبط كابتن عمر فاحنا اشتغلنا على دي ان ايه دي ونحاول نبنى عليها كل كل شغلنا فالراجل يعني رحب بالفكرة دي ولما انا وقفت يعني وسامعنا لغاية الاخر فاحنا برضو عايزين هنا نطبق الاتحاد الكرة المصري يبتدي يستعين بخبرات من بره مصر ما فيش مشكلة في كل المجالات يعني ممكن زي ما انت وحدك قلت في التحكيم في قدرة المبريات لو عندنا مشكلة في الميديا في نقل المتشاط نسقف الناس نسقف الجماهير طبعا اخذ بالحضرتك انا عايز لك سؤال مهم بقى خاص بالتدريب او بكيفية انك زيت فالله عناشئ يكون على قدر المستوى لنطلوب هل حضرتك بيتطلب منك نتيجة بالنسبة لمراكز او مباريات ولا بينتظر من حضرتك نتيجة لصعود الناشئ ان انا بالنسبة لي ما همينيش النتائج على قد ما هميني ان يكون موجود لاعب في قدرات عنده مهارات كل متطلبات كرة الخدم ايه اللي بيطلب من حضرتك اسوال جميل جدا ربنا خلي بص بشا انا كنت شغال مع مدرب اسمه بن بنسن شغال في افرتن وهو كان شغال في كالله في الفترة دي فكان يقول لي لما كنا عندك لعيبة مميزة كلمني كنت بجيله وقول له انا عندي مثل 3 4 5 اتصل بيبيت ويجيلي يقف ونعد مع اللاعبة ونتكلم معهم ونعرف هم يعني ازا ممكن يقدروا يعملهم سشلات يقدروا يحضروا امتى ونشتغل معهم عشان نصعدهم لدرجة اعلى طبعا الاتحاد الانجليزي قال لك الناشئين بسنة 13 سنة غير مسموح ان انت تضغط عليهم وتقول لهم لازم نكسب ممنوع ممنوع لا 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 فعش بقى يعني فوتبل فرقول هم عايزين الناس بقى فيه متعة لفو الخورة ولكدم ما عايز اللاعب ييجي جاي عشان يجي تاني ما انا هقعد اقول لازم تكسب واضغط عليه مش بقى انت كده بتضغط عليه يعني انت كده بتخش في حاجات يعني انت دي شغلتك انت اللاعب ازاي يكسب متقولوش لازم نفوز انت كمدرب انت بتقولو نكسب ازاي بس متقولوش لازم ممنوع بتعلمو انو هاو وهو بيتعامل هاو هاو يكتشن كل كل الابشنات دي والفور كورنر موديلز دي مهم جدا فيها فيها بارت اللي هو الفن ده او يعني السوشال صح اه فانت لازم تبقى موجود معاه ولازم تتحسسوا ان انت جزء من المنظومة وان هو موجود معاك مش عشان هو ييجي وتتحط على ضغوط لا اخذ بالحضرتك كده طيب تعال نروح شوية للجزء الفني الخاص بالعب المصريين اللي موجودين في الدورية الانجليزي وسريعا عايزة اتسأل حضرتك فيه مستوع محمد صلاح الموسم الحالي واختلافه عن الموسم الماضي الموسم الماضي بيحقق افضل العف الدوري الانجليزي وهدف الدوري الانجليزي عبر تاريخه في عدد في النظامه الجديد بمتشاط اكتر وعايزة اعرف هل حالك شايف لمحمد صلاح الموسم ده يختلف عن الموسم الماضي وهل محمد صلاح قادر على تحقيق نفس الانجازات الفردية اللي حققها مع فريق ليفر بول الموسم الماضي مستكبت ان عمر محمد صلاح الموسم اللي فات عمل تفرق قوية جدا طبعا بالحقق ارقام و و و حالية جدا و خلينا السنة دي نستنى نفس اللي عمله السنة اللي فاتت او نفس الاداء انا شايف ان الاصابة بتاعت السنة اللي فاتت دي لسه مأصارة فيه شوية يعني هو لسه برضو يعني لسه مرجعش كمحمد صلاح اللي كان لسه جاي بنفس الاداء بتاع الموسم اللي فات طب هالي العيون لما ركزت مع محمد صلاح الموسم الحالي بدأت ان هو يعني تقفر عليه مساحات بدأ ان هما يلعبوا عليه بدل بدل مان يلعبوا عليه بدل مان او لعب بيراق محمد صلاح او اتنين لعيبة بيراقبوه وقال ان حراك شايف ان الموسم الماضي كان بيحصلوا نفس المضايقات او الاحتكاكات اللي بحصلوا للموسم الحالي بص حضرتك انا وقفت مع قابلت جوردان بيكفرد طبعا جوردان بيكفرد حاليس مرمى إفرتون والأخطأ في المباراة إفرتون وليفر بول وقريجي اللعب بلجيك أحرص فيها هدف نفوز لفريق ليفر بول فسألت وقلت له يا ريكفر مو صلاح قال لي لعيب خطير جدا لعيب أنا كورو اللوات جون اللي حطوا فيه أخذ أحسن جون بتاع جايزة بوشكاش أنا أنا ما شفتهاش لما حطه له كده بعيد قال لي لعيب قوي جدا بص حضرتك لما ماتش ليفر بول وبريس كل كورة كورة كانوا بطعاهم المحمد كورة فبتقابل باتنين وممكن يبقى في حد بحاطة مساعدة شانا وسريح فالمدربين بيقابلوه بطرق أكتر من طريقة فإحنا لسه برضو إحنا لسه إحنا في تماني إحنا في 12 يعني برضو بنا ست يعني لسه لسه يعني أنا سبيع ونوصل لنص الدوري اللي مزيد لسه نوع 6 شهور أو نص إحنا في خامسة لسه بالزبط الخامسة يعني إحنا في الخامسة أخذ بالحضرتك فلسه إحنا مش عايزين نستعجل بس هو هو عمل لهم بروميسينج أو عايدهم أنه مع ليفر بول أنه يحقق مئة هدف فهو قاعد هو ما هو مش هيمش إن شاء الله موجود في إنجلترا وراجل مكمل حاطت تارجت لنفسه حاطت لنفسه أهداف ومعتقدش كابتان عمر أنه هو يعني محمد يعني مستاذج أنه هو يسيب الدوري الإنجليزي بقوته بحلوتي بخمسة شرفير أبتلعب كورو القدم جامهريا في العالم ويروح مثلا أسبانيا اللي فيها في الهتين ثلاثة أو يروح الدوري الإيطالي اللي هو برضو قال أخذ بالحضرتك سريع عن محمد أني رأي حضرتك فيها هل شايف أنه هو يعني مش هيكمل مش هيبه موجود مع أرسنان تفتكر في واحد ولا ممكن في الصيف في واحد طب إيه الأقرب مين أعرف فليه ممكن يضم محمد الديني وهل هو عن طريق الإعارة أم لا بيع نهاية والله الرجل طلب 15 مليون جنيه ماذا بطي نايمري طلب 15 مليون جنيه إلا هيتفعهم طب لو محدش دفع محمد الديني هيكون موجود مع أرسنان بس ممكن بفيه نوكوشيش هل ممكن تفتكر يكون موجود مثلا في لستر في أفرتون أنا سمعت لستر وسمعت إفرتون برضو وسمعت أنه ممكن يروح فرنسا طب هذا الحلقة شايف الأفضل محمد الديني إنه موجود في إنجلترا أو يخرج من الدورة الإنجليزية لا لا في إنجلترا يعد كمل طب لو خرج من إنجلترا ممكن يروح فين شايف فين هل أسبانيا هل إيطاليا هل فرنسا فرنسا أنا أعتقد أنه بس الدورة الفرنسية أقل قوة فيهم هم التلاتة أو البعض كابتن عمر النهار دا أنا عايز حد يكون عايزني أنا مش أروح برضو أروح فرقة غصب ومضغوط وعود وملعفش أنا عايز حد يكون مكتنع بي يدين فرصة زي إفرتون إفرتون وإفرتون ميت تابل أخبال حضرتك بالنسبة لإحجازي لسه قدامنا وقت يعني عايز أركه على رمضان صبحي شايف رمضان صبحي يعني مش بيشارك مع فريق هادرس فيل تاون وكمان في نفس الوقت هو حصو سيء جدا بيحصلوا بعض الإصابات إصابات كتيرة مش بيلعب فريق مش بشاكل سيئ جدا حتى إعطاءه للفرصة في وقت الفريق وقع فيها مش هتضيف من رمضان هتقلل من فرص رمضان في المشاركة مع فريق وتقلق فشايف رمضان ممكن يكون موجود ولا كلام عن رجوع الناد الأهلي ممكن يكون حقيقي لا مش هيرجع الناد الأهلي مش هيجي مصر خالص رمضان مكمل في إنجلترا الوكيل بتاعه قال الكلام ده سأذهب أكتر من مرة مدرب ولو رجع الأهلي ميرجع وماشي أنا معتقدش يعني هو برضو برضو ما اتعناش كرمضان صبح في إنجلترا لا أنا متكلف آه آه يعني هو برضو لسه رمضان لسه صغير واحد وعشر مش كده آه بتكلم ريد 97 بلسه بلسه ممكن 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 يا ربنا يكرمه ويرجع تاني الدنيا بتتغير بسرعة أخذ بالحضر دك هودس فلد هينزل يعني هودس فلد احتمال ينزل شامبيونشيب يعني يعني تبال عددك طيب أحمد حجازي بعد التقلق اللي عمله الموسم الماضي كنا يعني اسمعنا عن طوتن هام بقى وإفرتون وأنديا كتير عايزة تتعاقد مع أحمد حجازي لكن فجئنا إنه هو موجود مع فريق وسط برومش في الموسم الحالي يعني حالك شايفها ميزة واللعيب إن الفريق لما ينزل للشامبيونشيب لاعب مصري مش بكلم على لعب أجنبي لاعب مصري يكون عنده المنتالي إنه هو يقول أنا هاعد مع فريقي ما جريش حاجة فأنا هاعد مع فريقي هساعدهم في الصعود مرة تانية للتريميليليج وكمان بلعب بشكل أساسي فضم المكاني في منتخب مصري وبحرز أهداف أحرز هذا في المباراة الأخيرة لأبل الأخيرة أحرز هذا في الفوز قبل ما يجي كان جاب جون وبيعملوه إنه هو نجم كبير وبيعملوه إنه حاجة ده بس مش شايف إن أحمد حاجة عنده فرص إنه ممكن في شهر يناير ينتقل لأحد لأحد فريقي لتريميليج ليبربول ممكن ليبربول بس ليبربول عندهم لوفرين وفندايك لا رايح إن شاء الله هيكون لي مكان لو ما رحش في يناير يروح في الصيف ويقال من كنت في لندن قبل ما يجي مصر إنه هتمرن مع ليبربول تمرينتين نزل تمرينتين رأيك في يورجين كلاب مدرب هاي العشرة على عشرة يورجين كلاب بمتهم في إنجلترا إنه بيصرف فلوس كتيرة محقق شوال حاجة مع ليبربول هو التارجت بتاعه كان فيه انترفيو كان فيه انترفيو كابتن عمر مع قناة ليبربول مع يورجين كلاب فقالوا له إنت إنت تمشي من ليبربول قال لهم لما أبعد عن المجرس الرابع يعني هو طوف فور هو هابي الإدارة ما إحنا برضا كابتن نحن بنتكلم ببقى فيه الإدارة برضو بتديله تارجت محنا برضو فيه حاجات ممكن نغره من بين السطور ولكن هو هو الراجل ألن هكون موجود فان دايك قال له ما رجبتلكم خمسين النهار دا مئة عشرين بتكسبه كرة بيزنس استثمار أخذ بال حضرتك ما بيخافوش يعني محمد صالح جابو بكام والنهار دا بكام طبعا يبقي يصرف كوتيني وغير 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 بالزبط استثمار استثمار أخذ بالحضرتك أنا شايفة كابتن كمان المحمدي ماشي المحمدي برضو ماشي كويس زكأ منه أنه كامل الفترة كلها حصلها جلسية جلسية ورمضان إن شاء الله لو كامل وقعد فترة وصبر محمد صلاح أنا مش عايز اللعبة تستعجل يعني برضو في صبر ويبعد عن البراشر بتاع الإعلام والميديا المصرية نحن عادينا نضغط 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 عليهم منسيبهم يشوف اللعيب لو مزادش في مستوسق الشهرات ممكن الأسبوع الجاي الأسبوع هيتيجي كون إحنا عادينا نضغط عايزين اللعايبة تنزل تبقى كلها ما ينفعش لازم نصبر عليهم لازم نضوهم فرصة أخذ بالحضرتك في إسلام عيسى برضو اللي بلعب في الناضي المصر اللعيب هايل جدا في عندنا دونجا وفي عندنا محمد هاني وفي عندنا لعيبة صغيرين ليون مستقبل بالضبط في عندنا لعبة كبيرة جدا كابت برايم أخيرا كلمة تحب حضرتك تتواجهة لجمهور الكرة المصرية بشكل عام والناس بتتفرج علينا نصيحة تقدر تقولها للمداربين بذلك كمان للمتوليين حتة خاصة بيها الشباب أو بالنشئين تحب تقول لهم إيه عايز أقول لهم اللي ما بيجلوش فرصة في نادي وما لوش نصيب فيها ما يعودش يروح نادي تاني ما يستنىش لما زميله يقع أو يطلع ويقش مكانه وروح نادي تاني ابدأ الفرصة الزغيرة بتكبر فروح ويثبت نفسك في مكان تاني والمكان التاني ده حتى لو قلي لأقلم الدرجة اللي أنت كنت فيها هتبن شغلك هتيجي تاني للمكان الكبير فما تيأس اشتغل اعرق كافح اعمل كل حاجة خلي عندك طموح وخلي عندك يقين بالله ان شاء الله ربنا هيكرمك فما تستسلمش اخذ بالحضرتك وهايز اقول كمان لجمهير الكورة المصرية ياريت بعد اذنكم تقبلوا الآخر علشان الدنيا تمشي في مصر احنا الدور بتاعنا بتشاف بتشاف بطريقة قوية جدا وبطلع من عندنا نجوم كبيرة جدا تقبلوا الآخر خلي عندكم ثقافة كابتن عمر كل الجمهير اللي عندنا بيشجعوا ليفربول ومان يونايتت وشيلسي كلهم ده بنفسي بقى شو بالتشجيع ده هنا برضو وعندنا برضو مش كده صحي كده كتب رايم شرف فينا وقتيني استمتعت في وجود حضرتك ببنا بركة معايا تسلم كابتن عمر نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل يكون موجود معكم فيه الجزء الثالث والأخير فيه الأهل الليلة الكابتن خالد العوضي وفقرة الألعاب الأخرى اشتركوا في القناة